خطوة اقتصادية هامة حققتها مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس والتي تضم عدداً من أكبر القوى الاقتصادية حول العالم على رأسها الصين والهند والبرازيل وروسيا تأتي أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس بسبب النمو المتوقع تحقيقه خاصة بعدما ارتفعت نسبة مساهمة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي من 25% إلى 40% كما سيضيف انضمام مصر للمجموعة العديدة من المزايا الاقتصادية للتكتل حيث حققت مصر ناتجاً محلياً إجمالياً قدره 398 ملياراً و400 مليون دولار في عام 2023 وجاءت في المرتبة 38 عالمياً انضمام مصر إلى تكتل بريكس سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد المصري حيث سيتم تخفيف الضغط على الدولار ويمكن لمصر الاستفادة من السياسات التي يطبقها على الدول الأعضاء خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء بريكس وخلق منطقة تجارة حرة وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار ومن ثم لمزيد من الاستقرار في سعر الصرف الرسمية وتستهدف مصر من الانضمام إلى تكتل بريكس زيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء في المجموعة وستقوم هذه الدول بفتح آفاق استثمارية جديدة داخل القارة الأفريقية حيث بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر 891 مليون دولار في عام 2022 كما يوفر تكتل بريكس التمويل الميسر للأعضاء في المجموعة حيث ستعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع للتكتل على فتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الانتاجية المختلفة داخل مصر خاصة وأن الهدف الأساسي للبنك هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء وترتبط مصر بعلاقات متميزة مع العديد من دول تكتل بريكس ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 47.8 مليار دولار خلال عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة الأمر الذي ينعكس على تحسين الميزان التجاري في مصر اشتركوا في القناة